في طور جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام العام في كافة أنحاء مملكة البحرين تواصل قوات الشرطة النهوض بواجباتها الأمنية والقانونية بحماية دور العبادة وتوفير السلامة العامة لمرتدها من المواطنين والمقيمين كما يتم العمل بشكل مستمر على تأمين كافة المناسبات والفعاليات وتوفير الخدمات الأمنية اللازمة حرية ممارسة الشعائر الدينية من أبرز الحقوق المكفولة دستوريا في مملكة البحرين وهي أمر يجسده الواقع العملي ويستشاره الجميع وفي هذا الإطار تعمل وزارة الداخلية بكافة أجهزتها المعنية على توفير الخدمات الأمنية التي تضمن إتمامها في جو من النظام والهدوء وذلك من خلال حماية دور العبادة وتأمين المناسبات الدينية ومن بينها مناسبة عشوراء والتي يجب أن تبقى في إطارها الديني من خلال النأي عن كل ما يخرجها عن مسارها الصحيح وفي إطار إجراءات تأمين عشوراء تعاملت الأجهزة الأمنية وبموجب القانون مع مخالفات تم ارتكابها وتتعلق بالأماكن والمضمون والسلامة العامة وتمثلت في مجسمات تم وضعها في أماكن مخالفة بما يجعلها خطرا على السلامة المرورية فضلا عن رفع لافتات وعبارات سياسية وصور وأعلام لا علاقة لها بمناسبة عشوراء الأمر الذي يمثل تهديدا للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وخروجا على ما هو متعارف عليه في هذه المناسبة واعتداء على الشوارع العامة والممتلكات الخاصة ولأنه وفقا لمقتضيات النظام العام هناك أماكن مخصصة لوضع الرايات والشعارات يعلمها الجميع فالنقوات الشرطة قامت بأداء واجباتها الأمنية والقانونية وأزالت ما هو مخالف للأنظمة والاشتراطات ما يعني أن الاعتداء جاء فقط ممن تعدى على الممتلكات وعرض حياة الناس للخطر إن مظاهر أحياء مناسبة عشوراء منتشرة ومشاهدة من دون أي إشكالات في المناطق والأماكن المخصصة لها لكن تبقى المشكلة في من يتعمد استغلال هذه المظاهر في مخالفة القانون والتعدي على الممتلكات وهي تجاوزات وتعديات تستوجب مواجهتها والتصدي لها بكل حزم انطلاقا من أن القانون يتم تطبيقه في كافة الأوقات والمناسبات وإعلاء المصلح العليا للوطن غاية نبيلة تستحق كل التضحيات هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها في حفظ أمن الوطن وحماية الأرواح والممتلكات وكذلك تأمين المناسبات والفعاليات ومن بينها عشرة والتي لها خصوصيتها وشعارتها وأماكنها المخصصة والمعلومة لدى الجميع إلا أن البعض حاول تسيس هذه الشعائر وإفراغها من مضمونها من خلال مخالفته للقانون فيما يتعلق بالأماكن المخصصة والمضمون والسلامة العامة ومن الملاحظ ووفق ما يكشفه الواقع الميداني أنه لم يتم المساس بالأماكن المخصصة والمتفق عليها والمظاهر فيها مشاهدة بدون أي إشكالات غير أن هناك من قام باستغلال المناسبة بارتكاب أعمال فوضى وتخريب والتعدي على رجال الأمن ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه الأمر الذي يتطلب دعوة كل من يهمه مناسبة عاشراء للمحافظة عليها وأن تبقى في إطارها الصحيح وأن لا يتم تسييسها واستغلالها في مخالفة القانون